بسم الله الرحمن الرحيم جي اي تي اناتومي باي دكتور ايمان احمد خنفور محادثة النهاردة ان شاء الله عن البريتونيام بس في مقدمة كده عارز اقولها على المحاضرة دي قبل ندعى فيها اول حاجة هو موضوع البريتونيام دوت هو موضوع معقد شوية وعاوز الحقيقة يعني مزيد من التخيل والتفكير بس عاوز اقول حاجة احنا التفكير والتخيل بتاعنا لازم له سقف معين يعني ان حنقول هنا نقطة مبسطة معينة هي دي اللي نركز عليها بس مش مطلوب من سيادتك او سيادتك ان احنا نحضر دكتوراه في البريتونيام من احنا في سنة اولى او تانية فانا عاوز نكتفي بهذا القدر من المعلومات والتفكير والتخيل بتاعنا علشان ما نترش في الموضوع وما ياخدش مننا وقت اكتر من اللازم لان انا بقم تابعتي ملاحظ ان دايما الكل شكوته البريتونيام مش متخيلين او او لأ انا ان شاء الله هحاول ابسطه جدا ونشرحه بصورة سامورايز مرتبة واعتقد ان هو الليفل ده والوضع ده كده سوء نوف ثانيا محاضرة البريتونيام ديت كانت من المحاضرات اللي هي منوطة ليا تبع الكلية السنة اللي فاتت فانا كنت مسجله على البورتل بتاع الكلية ولكن في مشكلة ان في كتير كان بيقولوا ان الكوالتي بتاعت التسجيل في الكلية كانت مش عاجباهم اوي والصور مش واضحة اوي كده علشان كده انا بعيد الفيديو اهوة السنة دي وبنزله على الشانل بتاعتي ثانيا برضو كان فيه طلاب كتير من جامعات اخرى طبعا ملهمش ابروتش على البورتل بتاع الكلية ولذلك برضو انا قلت استكمل بيه اللي هو السيكونس بتاع محاضرات الجي اي تي بتاعتي على التشانل بتاعتنا بالنسبة للبريتونيام هنتكلم ايه المقصود دلوقتي بالبريتونيام ايه الميسودز بتاعت الانفاجينيشن اوف اورجنز يعني ازاي حيغطي الاورجنز هل كله زي بعضه لا طبعا طبعا اما غطى الاورجنز اه نتج عندي حاجات معينة formation of structures معينة هنشوفها دلوقتي هنتكلم على ازاي حصل عندي بريتونية reflections يعني ازاي انعكس البريتونية من اورجن للتاني بيغطي ده ويغطي ده طب بينهم ايه اللي حصل ده حيبان عندي برضو وانا اتكلم على الفورميشن بتاع حاجة اسمها جريتر ساك وحاجة اسمها ليزر ساك حجرة كبيرة وحجرة صغيرة موجودة في بطننا من جوه طبعا بالاضافة الى مجموعة من الشورت كويتشنز نبتدي عارزين نعرف يعني ايه بريتونية الحقيقة جماعة ابسط تعريف للبريتونية ان انا بعتبر ان انا جبت عندي بلونة بس البلونة دي مش منفوخة قوي البلونة دي بتمثل عندي اللي هو البريتونية الساك البريتونية الساك اللي هو الكيس بتاع البريتونية وبعدين جبت ايدي واحتجي حشرها جوه البلونة فعصها جوه البلونة زقيقها جوه البلونة ايدي دي بتمثل ابدومينال ارجل طب انا عادكم تقوليه دلوقت ايدي كده هيبع عليها كم كفر من البلونة دي بص كده كفر لازق على ايدي مباشرة اهوت ده بنسميه وديه الطبقة الداخلية ومن بره خالص دي طبقة دانية اسمها بريتال لير واللي بينهم ده ده سبيس حنسميه بريتونية الساك اذا البريتونية ده عبارة عن كلوزد سينجل سيرس ساك which is invaginated by the abdominal organs طيب خلي بقى لك السيرس ساك ديت في جسمنا هم عبارة عن ثلاثة والثلاثة بدئين بحرف البي والثلاثة لهم نفس البيهيفيار دوت اللهم ايه بقى اول واحدة عندي وهي البريتونيام التانية وهي البلورا اللهم غشاء البلوري والثالثة هي البريكارديام اللهم غشاء التامورا الثلاثة لهم نفس البيهيفيار الثلاثة بيدوا visceral layer وبريتا layer وبينهم ايه جماعة كافتي تعالى نشوف بقى الميثروز بتاعت invagination of the organs اذا الورجنز ديت هتعمل invagination للبريتونية يا ترى كلهم زي بعض لا اطبع تعالى نشوف اول طريقة خلي بالك الفكرة بتاعتنا اهيات هنا الحقيقة انا عملت دهيجاماتك في بريزنتيشن كده عشان ابسط به الدنيا وقتاقي ده كده البريتونية الكافتي ممثل بشكل الريكتانجل وعادي ابدومنا الورجن اول طريقة ان الابدومنا الورجن ده هيحاول يدخل جورة البريتونية الكافتي زي ما حصل هنا كده هالوقت السؤال حسألوكم دلوقتي كده الورجن ده هل هو مضغطي البريتونية من جميع الجوانب لا ده بوستوري ما هواش مضغطي باي بريتونية النوع ده من الانفاجينيشن بسميه بارتشال انفاجينيشن يبقى اول نوع من الانفاجينيشن اللي بتعمله الورجنز بنسميه اللي هو بارتشال انفاجينيشن وبأكد واقول ان الورجنز اللي هي بتعمل بارتشال انفاجينيشن ديت بتبقى كفرد باي بريتونيام انتيولي وان بوز سايدز انما ايه الجوز اللي هو ديفكتف ما هواش كفرد باي بريتونيام بوستيولي طيب علشان كده الورجنز ديت مش هتكون متحركة هتكون متثبتة في البط يعني هات ايدك اعمل كده هو وايدي دي بتمسل بريتونيام هتكون محوطها كده بالظبط يبقى انا كده لزقتها فينا يا جماعة لزقتها في البوستيو اب دون الورجنز وبناء عليه الورجنز اللي بتعمل انفاجينيشن بالمنظر ده بسميها فيكسيد اورجنز فيكسيد اورجنز طب اجزامبل طبعا الاجزامبل دي بنحفظها دلوقتي وحنفهمها من خلال الشرح بتاعنا على مدار محاضرات الجي اي تي الاجزامبل بتاعنا هنا هو الديودينام اللي هو الاسن عشر ما عدا الفيرست انش بتاعه والكيدنز واليوريترز والجريد فيزلز اللي هم الابدومن الاورطة والانفيرو فينا كيف تعال نشوف the second method of انفاجينيشن نفس الفيكة اللي فاتت اهوات الورجن بيحاول يدخل جوه البالونة اه هنا بقى الورجن غطس كله جوه بص بقى التكة اللي جاية ديت اما دخل كله سحب معاه الطباطين دولت التول اللي هي دولت بتوع البريتونيام بسميهم بريتونيال فولد بريتونيام فولد انا بكرارها للمرة التالتة نظر لأهميتها وتكرارها على مدار المحضر والمنع كله دي تسمت ايه؟ بريتونيال فولد يبقى كده الورجن ده كفرد باي بريتونيام in all aspects واخد معاه حاجة اسمها بريتونيال فولد وفي الحالة دي بنسميرهم organs completely invaginating the بريتونيام organs completely invaginating the بريتونيام يبقى دول كده الورجن دي متغطية كلها بالبريتونيام ده مش كده وبس عملتلي حاجة اسمها ايه يا جماعة بريتونيال فولد طيب وجود البريتونيال فولد ديت بص كده انا اتخذت ان اجبتي ايدي هنا كده وزقيت الورجن لفوق لتحت لقدام لورا هلا ايه بيتحرك كأن حاجة انت مسكة بحبل كده ماشي وعد ايه تحركها كده بيدك ماشي الورجنز دي هيكون طبيعتها ايه يا جماعة they are mobile organs اه يبقى حسب طريقة الانفاجينيشن بتاعة البريتونيام الورجنز اللي عندي اللي بفطني كلها هقسمها يقمن mobile organs يقمن ايه يا جماعة fixed organs ايه الاكزامبل عندي الاستومك الاستومك بيحصلها distention بتحرك يمين شمال شوية طيب small intestine طبعا ما عادة الدودينم اه الانتستن عندنا عايمة بفطننا كده هوت ماشي transverse colon في عندي الابندكس في عندي البيلوك colon كل ديت يا جماعة الاغجنز اللي بقولها ديت لازم يكون لها بريتونية الفولد وبناء عليه فهي تعتبر mobile organs طيب 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 تعالى بقى هنراجع من تاني ونثبت ونختم اكتر ونقول يبقى انا كده ايه الليرز بتاعت البريتونيام عندي نتيجة للإنفاجينيشا وطفل الإنفاجينيشا ده كان virtual or complete اول طبقة اللي هتكون لزقه على الورجن مباشرة اسمها visceral layer اسمها ايه visceral layer طيب الطبقة التانية الخارجية اللي هتكون بطنالي الabdominal walls ومن فوق الديافراجم ومن تحت البلفيك visceral اسمها parital layer اسمها ايه parital layer طيب بين visceral layer والparital layer الكافتي اللي جوه ده اسمه peritoneal cavity اسمه ايه peritoneal cavity وليه وقفة هنا الناسة بيقول في الاول خاص في الديفنيشن بتاع البيتونيام ان هو عبارة عن ايه cirrus sex دي كل كلمة لها معنى معناها ايه معناها ان كلمة cirrus دي انه بيفز minimal cirrus fluid والcirrus fluid ده يعتبر بمثابة lubricant يساعد ان الاعضاء عندي في فطني بتتزحلق على بعضها ما شوه يبقى كله ملزق في بعضه خلاص يبقى هنا فيه few drops of cirrus fluid خلاص نفس الفكرة دي هي نفس فكرة البلورال cavity نفس فكرة البريكارديا الكافتي التلاتة cirrus sex doll تقولت بين البريتال layer والفسرال layer بيكون فيه عندي cavity والكافتي ده بيكون فيه minimal drops of cirrus fluid بتاكت از ايه يا جماعة lubricant طيب في حالة complete invagination زي المنزر اللي قدامنا ده بكررها للمرة الالفهوت اتكون عندي حاجة اسمها ايه يا جماعة بريتونية folds or ligaments هتقول لي الله وانت شو هتقول لنا folds وتشو هتقول لنا ligaments هقولك اه هو احنا هنقول دلوقتي هنزودها اكتر واكتر هقولك ان الطبقتين اللي تكونوا دولت ده بياخدوا ارسامي مختلفة كتير على حسب ايه الارجن فانا simply هقولك اتكون عندي مبدئين ده هتو حاجة اسمها بريتونية fold or ligaments بريتونية fold or ligaments انا اعمل لكم فيديو هحطوا فيه البرزنتيشن ديت اعمل لكم على ورقة كده بيبينني ازاي بيكون اللي هو البريتونية fold or ligaments دورت طيب تعالوا بقى كمان نسق للفكرة اكتر واكتر واعاوزين نفهم ايه الفرق ما بين كلمة mobile and fixed parts of the intestine هنطبقها دلوقتي بص يا سيدي ادي فكرة بتاعت اهوة organ partially invaginating the Britonium وادي اهوة completely invaginating the Britonium ما تيجي انقارن بينهم الورجن ده هيبقى mobile part وانس ان انت قلت mobile part خلاص يبقى له ايه يا جماعة بريتونية fold هتقول يا الله يبقى كلمة transversy meso colon ديت اه ما انا قلتلك الفولد ديت بيتغير اسمها على اسم الورجن زي ما هنقول حالا دلوقتي طيب الفيكس ببقى ده اه لا هذا No Britonial Fold التجميع دي مهمة جدا لانها بتساعدنا في multiple choice questions ما دي ناخد اكزامبل على اللي هو Mobile Parts اقول لك يا سلام عندي الجوجنم الاليام transversy colon السجمويد كل واحدة من انا قلتهم دولة لها Britonial Fold واسمه بيختلف حسب اسم الورجن زي ما هنقول دلوقتي طيب الفيكس ببقى جماعة زي ايه زي الديودينام مع ده الفيرست انش بتاعه الاسندن كولون الديسندن كولون اه طبعا الاسندن وديسندن كولون هزي بوقفين كده هوا متسبتين كده هوا انما الترانزفيرس اه ده موفر المتحرك ليه لانه هيكون له حاجة اسمها Britonial Fold طيب الريكتم ده واحد ببعده من الحاجات السابتة طيب هنطبقها اكتر واكتر بقى على الرسمة الجميلة دي الرسمة الجميلة دي بيبين لي اللسمال انتستن بص ازاي متحركة بفرط نهاية وقادي اللارج انتستن وقطعين هنا هوت وتكمت هنا دعم الدارية ورا اللسمال انتستن تعال نطبق الكلام بتاعنا ونشوف كده اول نوع من الانفاجينيشا عاوزكم انتوا تقولوا ده هنا كومبيليت ولا بارتشا ده كومبيليت بدليل ان فيه يا جماعة بريتونيال فولد اهو لو طبقناه هنا يطبق على مين اهو السمال انتستن واللي ذاك لو تخيلت انت جبت مريض عندك في اثناء العملية وفتحت بطنه هتلاقي العمعاء ممكن تمسكها تحركها كده 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 الأمعاء الدقيقة سمال انتستن طيب تعال نشوف بقى النوع التاني من الانفاجينيشا اه ده هنا بارتشا الانفاجينيشا اتهز نور بريتونيال فولد وبنان عليه الورجنز ده تحب اسمي يا جماعة فكسد اورجنز زي ايه زي الديودينام بص الديودينام حتى برونه شكله ايه اتزئسي شاب ده أورجن ليه؟ لانه متثبت لو ما كانش متثبت كان زي انه بقى عامل زي الانتستن ديت ما كانش ااخد شكل معين لا الحواجه اتزئسي شاب ده أورجن طب ايه تاني كمان يا جماعة الاسندن كولن والدسندن كولن 3 and fixed parts of the intestine اللي انا شايفها ديت كده هي عبارة عن سيجمينت بالانتستن لازم هتاخد كفر بالبريتونيام which will be one of two types اول type ايه السيجمينت طاعت الانتستن اهايت هيجي البريتونيام هيغطها لي from the front and sides والمنظر ده كده السيجمينت طاعت الانتستن دي هتبقى fixed in its place not movable نقول مثال عندنا زي الديجنم اكسبت طبعا الفيرست انش of its first part زي ايه كمان؟ زي الاسندن كولن والدسندن كولن بيبقوا fixed في البلايس بتاعهم علشان كده اي سيجمينت من الانتستن بتكون fixed واخدة اللي هو partial cover of بريتونيام اللي احنا شايفينه ده بيبقى لها relations مطلوب مننا نعرف relations كده انا خلصت اول type of cover of بريتونيام to the intestine بقرر من ثاني اللي هو اسمه ايه؟ partially covered by بريتونيام leads to fixed part of the intestine نشوف الثاني طيب الثاني طيب الثاني طيب ان السيجمو دعت الانتستن ديت هتاخد complete cover of بريتونيام وبناء عليه هتبقى موفابول وحيتكون عندي هنا اللي انا مسكها بايديا اللي اتنين ديت اسمها بريتونيام fold وده بيتغير اسمها على حسب segment بتاعة الانتستن يعني مثلا لو ده transverse colon هيبقى دي اسمها transverse mesocolon لو ده مثلا small intestine هيبقى اسمها mesentery of small intestine لو ديت مثلا sigmoid colon هنسميها pelvic mesocolon وبناء عليه السيجمو ديمة الانتستن زي ما قلنا هتبقى موفابول ومش هيبقى مطلوب مننا ان هنعفلها relation ليه؟ لان هي عيمة في البطن كده هوت طيب تعالنا بقى نجمع كده ونشوف ايه هي الريزلتس اوف انفاجينيشن اوف زي ابدومينال اورجنز هادي تجميعة انا اعملها اا 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 يعني ما اعتقدش لها موجودة بصورة فرانك كده في معظم التكستبوكس ولكن انا جمعتها لكم علشان امناخكم على كده كل اورجن نبقى فاهمينه بالتفصيل وعافين ايه الحتة اللي هي related الريزلتس اوف انفاجينيشن اوف زي ابدومينال اورجنز بص يا سيدي اول حاجة ان البريتونية الكافتي ده كله على بعضه هيتقسم الى حجرتين زي بكون عندك كده كان عندك صالة كبيرة وروح تجيها حاطة بارتشن مش في النص بقى في جزء منها اسمها لي الى حجرة كبيرة اللي هي متظللة ديت متقلقوش الرسمة دي هنفهمها بالتفصيل دلوقت بس الجزء الكبير ده هي الحجرة الكبرى في البريتونية الكافتي بسميها ايه يا جماعة جريترسيك والحجرة الصغيرة دي بسميها الليزرسيك يبقى من تاني الريزرسوف انفجينيشا نتيجة البريتونية جاء بغطى الليفر والاستومك والانتستن ونزل وطلع بطريقة متحوهة جميلة جدا وحنعملها مع بعض خطوة بخطوة بس معلش حنفهمها اكتر مع السلايدز الجاية أنا عاوز بس النتيجة النهائية ايه دلوقتي؟ ان البريتونية الكافتي ده اتقسم الى حجرتين واحدة صغيرة مبدئيا مبدئيا اللي هي وراء الاستومك خباك هنا انتير وانا بستير اللي سكيل بتاع رسمها يبقى هنا انتير وانا بستير اللي وراء الاستومك ده الحجرة الصغيرة دي اسمها لسا الساك طيب الحجرة الكبيرة ديت اسمي يا جماعة جريتر الساك هبقى الانتير وابدومنا الول اهو عشان في بعض اسئلة المالتو بتشويس كورتشنز يقولك الله اوه انت ما تفتح الانتير وابدومنا الول وطيب تحط يدك في البط انا حيطها كده في انا وساك حيطها في الجريتر ساك طيب تاني ريزلت للإنفاجينيشن بتاع الأورجنز الورفورميشن اوف بريتونيال فولدس اند لجامنز لو تلاحظوا انا بتقل جدا على كلمة ايه فولدس يعني اللي عارز يحافظ على التأدير بتاعه اللي احنا عارفينه كل ما تيه كلمة فولد ما يقولاش فولد لا يقولي فولد خلاص نشوف يا جماعة الفولدس ديت هيتغير اسمها على حسب الأورجن ازاي التجميعة ديت ظريفة جدا ومهمة جدا ورائعة نشوف كده اول حاجة للستومك البريتونية الفولد اللي هتتكون عندها اللي هتتكون نتيجة الإنفاجينيشن اللي بتعمله اسمها ايه؟ ومنتم اه دي ألفاز غريبة وجديدة اكتبها في وارقة خارجية عشان مع التكرار تتحفظ طيب البريتونية الفولد البريتونية الفولد اللي هتتكون نتيجة الإنفاجينيشن بتاعها اسمها ميزنتري 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 الترانسفيرس كولون حقيقة متعلق كده في بريتونية الفولد اسمها ترانسفيرس ميزو كولون كلمة السر هنا بتاعتنا كلمة ميزو ميزو دي أما هتدخل على اي بريتونية الفولد أما هتدخل على اي كلمة معناها بريتونية الفولد السجمارة كولون نظرية ميزو يبقى سجمارة ميزو كولون طب الابانديكس الله يبقى میزو ابانديكس حتى الابانديكس الدودة ازا ايه ده الدودية؟ لها برتونيال فولد؟ اه محورها لكم دلوقتي اسمها ايه؟ اسمها ميزو أبينديكس طب الليفر؟ اه ده خد عندك بقى حد سوالة حاج ماشي ده فيه اكتر من برتونيال فولد واحدة اسمها كورنري ليجامنت والتانية اسمها ترايانجولر ليجامنت والتالتة اسمها فالسي فورم ليجامنت بس على فكرة اه يمكن بقى الليجامنت دي اما يكون عندك حاجة ومسك بحبل من هنا ومن هنا ومن هنا هو ده مش هيبقى موفب الأورجن هيبقى فكسد أورجن طب الكيدني لقى اتنين ليجامنت شهرين جدا واحد اسمه لينورينال والتانية اسمه جاسترو سبلينك طب جاسترو سبلينك اللي بيوصل ما بين الستومك والسبلين خلاص طيب اللايينورينال بقى اللايينو دي باللاتيني اللايين باللاتيني يعني سبلين خلاص يبقى اللايينورينال يبقى ده بيوصل ما بين السبلين والكيدني طب الضيفراج ما يا جماعة اي حاجة لا علاقة بالضيفراج فيها كلمة ايه فرينك فعندي واحد اسمه جاسترو فرينك والتاني اسمه فرينكو كوليك ليجامنت طيب اخر ريزلت بقى يا جماعة من الانفاجينيشن بتاع البريتونية فورميشن اوف بريتونيال ريسيسيز عبارة عن ايه يا جماعة عبارة عن بوكيتس يعني ايه لو انا عندي البريتونية ماشي بيغطي الأورجن ده وبعين حيو اتغطى تاني الأورجن ده اه نتيجة الحاو ده ديت بقى عندي حتة خندق زغير كده سبيتز زغير حتة كده مستخبية صغيرة دي تجاويف صغيرة من ساميها بريتونيال فولدس اور ريسيسيز ودي كلينيكالي لها قامية خطيرة جدا لانه ممكن يتحشر فيها جزء من الأمعاء وبتعملي حاجة اسمها انترنال هيرنيا الحقيقة يمكن اسقالا للمحاضرة ديت انا قلت اجيب لكم الاول مجموعة من الصور اللي هتوضح لي شكل نسبك بها جدا من البريتونيال فولدس اند ليجمس اللي احنا قلناها علشان ما ديجي بقى ندرس البريتونيال ريفليكشنز لبقى متخيلين كل حاجة كان شكلها ايه وكل اللي بقوله ده هيتدرس بالتفصيل على مدار المنهج بتاع الجي ايتي بص اسيدي ادي الاستومك تخلي معاجلة كويس جدا في بريتونيال فولد بتوصل لي ما بينها وما بين الليفر اسمها لسر اومنتم بصلا كويس وبريتونيال فولد نزلة متدلية من الجريتر كيفريتشا بتاع الاستومك هي دي اللي اسمها جريتر اومنتم طيب انا ليزا وقت السلايز دات على المحاضرة اللي اكتو تعطيها بجهة في الكلية عشان ما اقولك بعد كده احنا بناخد ميدلاين ساجتال سيكشن كده هو عشان نبين اللي هو البريتونيال ريفليكشنز هايبان لي حتة كده معينة هي نقطة وصل ما بين الليفر والاستومك حديني رسم فيها خطين كده ماشيين مع بعض نتيجة ما اخدت هنا اللي هو السيكشن ده كده اول هقولك ده بيمثل لي حاجة اسمها ايه لسر اومنتم ماشي؟ حاجة تانية اللي اسبيس اللي قدامي اللي انا شايفه ده كله هو جريتر ساك واللسبيس اللي حيكون مستخابي وراء الاستومك اسمه لسر ساك يبقى اللي قدام اسمه جريتر اللي اسمه لسر ساك عشان اوصل الى اللي سر ساك الكلام ده بادري عم عاده شوية هاجيب صبعه بصبعي ادخله من هنا يبقى انا كده دخلته وراء الاستومك يبقى الجزء اللي وراء الاستومك ده اسمه لسر ساك والفتحة اللي حدخل فيها صبع ديت اسمها ابي بلايك فورامين الكلام ده انا عارف ان بادري عم عاده وحيدسه بالتفصيل حالا لنهضف المحاضرة ديت بس عادك تتشوق كده الاول واخد كلو ايديا الاول كده طيب دي كده يبقى البرتونية الفولد بتاعتها اللي بتعلقها اللي في البوستيرو اب دومنا الول اللي انا بقى اعلم عليها ديت اسمها ايه؟ اسمها ميزنتري of the small intestine طيب انا خدت حتة بقى من الميزنتري بتاعتها البرتونيام ديت او شو بقى؟ البرتونيام راح غطى لي الجوجنم او الايليام وعمل رفليكشن ورجع تاني وبين الطبقتين دول مش فضيين لا ده فيها اللي هي البلود فيزلز اللي راح هتغزي ايه يا جماعة؟ الانتستر طيب بس هنا ايسي دي ادي الترانسفيرس كولون المضغطي البرتونيام من قدام طبعا البرتونيام هنا بيبقى لازق على الارجا يعني اتري تلك انها مش مضغطي لا ده هو لازق على الولد بتاعه من قدام ومن فوق ومن تحت انها منوعه عمل لي بيتونيام الفولد هيت اسمها ايه؟ ترانسفيرس ميزو كولون انما الاسسنديم والديسسنديم كولون لا اده المتثبتين ليه؟ لان بوستيولي they are not covered by بيتونيام حتى الابينديكس حتى الابينديكس له بيتونية الفولد سغنونة اسمها يا جماعة ميزو أبينديكس طبعا حال ليفع ده بقى ده موويل طبعا حدرسه بالتفصيل بس خد فكرة كده في بيتونية الفولد بتوصل لي الليفر اهو شوفها الله دي هنا هي ايه سايبة في الهوى كده لا دي كانت مسكة في في الانتيرو أبدومنا الول بس من جوه في الانر اس بكتوزئ انتيرو أبدومنا الول البيتونية الفولد ديت اسمها ايه؟ اسمها فالسي فورم ليجامنت هندرسها النهاردة ان شاء الله وهندرسها تاني مع الليفر طيب طلعت الليفر كله اللي بعضه برا الجسم قادر مع اللي استعيلينه الفالسي فورم ليجامنت هو فاصل ما بين الريت لوب والليفت لوب وبيوصل لي ما بين الليفر والانر اس بكتو مفزئ انتيرو أبدومنا الول الله دي فيو تانية للليفر شوف يا جماعة البريتونيام اللي هو عبارة عن سيرس ساك دوت سيرس ميمبرن أما بيغطي لي جزء من الأورجن بيدي له لمعة معينة كده الله طب الجزء ده من الليفر ده مطفي معلوش لمعة يبقى مش مضغطي باي بريتونيام مش الحتة دي هنفهمها دلوقتي مع البيتونيام الريفليكشنز بس أنا بشوقكم الأول الله يبقى الليفر هل هو كله مضغطي بريتونيام؟ لا ده فيه حتة مسلسة مرياش كفرد باي بريتونيام متعرية يبقى اسمها ايه يا جماعة؟ TRIANGULAR BEAR AREA OF THE LIVER وحتة اللي بتحدها من فوق دي اسمها upper layer of coronary ligament هو انعكاس البريتونيام ما بين الديافراج وما بين الليفر بيعمل حاجة اسمها upper layer of coronary ligament ومن تحت اسمها lower layer of coronary ligament ويبقى المثلس اللي بينهم ده اسمه TRIANGULAR BEAR AREA OF THE LIVER يلا نتمنى نشوف اللي هو البريتونيال reflections واول نوع من ال reflections هناخده اللي هو الأنترو posterior reflections عشان نشوف الأنترو posterior reflections ده هاخد midline sagittal section هناخده فيه اللي هو ال abdomen هيبني فيها ازاي البريتونية؟ بيبدأ يغلف لي ال inner ass بتاعة ال anterior abdominal wall ويطلع من فوق يبطلني الديافراج من تحت وهينعكس يوصل للليفر وبعدين سيلاقي الاستمك وبعدين سيلاقي الاستمك مطلوب مننا ايه دلوقتي؟ مطلوب مننا ان انت لو سيتك تعبت شوية قوم ريح كده خمس دقايق وحضر فيهم ورقة فضية كبيرة وألم يستحسم أكثر من ألم بألوان مختلفة علشان هنبدأ نرسم مع بعض راته واحدة واحدة وياريت تكون قاعد على المكتب ما تكونش سيادتك مأنتخ كده ونايم على السرير لا وقعد على المكتب كده وابدأ ركز معايا علشان نبدأ نرسم مع بعض يلا نبتدي بقى جماعة أنتو بوستير رفليكشنز هنخطها عن طريق اللي هو ساجتال سيكشن يلا اتفضل سيادتك ارسم الرسمة دي استنى استنى محدش يقطع الورقة يومية ولا حاجة محدش يقلها أنا عارف ان الرسمة كده تخض وانا عارف ان طبعا يعني رسمة دي او ما شبهها في اي تكست بوك امريلي تبص عليها كده يا ساتر ايه العقد دي كلها اقولك دي من اتفة ما يكون ولذلك انا عدت بقى طبعا نطقي الفوتوشوب وكده اعدت اجزأتها خطوة بخطوة على سبع تمن تسع مراحل هنبدأ نرسم مع بعض يلا ابدأ معايا بالورقة والقلم واول حاجة هترسمها لي هي العلبة اللي احنا شايفينها ديت دي كده بتمثلي اللي هو الجدران بتاعة الابدومينا الكافتي ممثلة في ايه ده كده الانتير ابدومينا الول وده كده البوستير ابدومينا الول هنا انتيريور وهنا بوستيريور نهاية الانتيريور ابدومينا الول من تحت السمفسيس بيوبس اهيت ومن فوق ادي الدافراج طبعا انا همشي معاكم خطوة بخطوة وهمشي معاكم منظام ايه ان انا في كل خطوة هقولكم ايه اللي هيترسم في الخطوة الجاية عشان نتخيله وبعد نبدأ نشوفه وسيدتكم ترسمه طبعا مش حقفة واقفة كبيرة بين كل خطوة والتانية انت ممكن توقف الفيديو وتستكمل الرسم بتاعك وتبدأ تشغل تاني الفيديو طب ايه بقى الخطوة اللي جاية حاجيب مجموعة الابدومن الارجنز اللي عندي وارنيها جوه البط من غير بايتونير الكفر من غير اي حاجة خالص نشوف كنا مع بعض قادي شوية الابدومن الارجنز اللي عندي اللي حيبانه عندي في ايه؟ في الساجتال سكشن خليك فاك دايما ان هنا قدام انت وهنا ايه؟ واره طب ايه الارجنز اللي عندي ديت؟ ده كده الليفر ده كده بانكرياس ستمك سرد بات اوف ديودينام شان هو ده اللي حيبان عندي ام ااخد ساجتال سكشن طيب تانسفيرس كولون سمول انتستين ممثلة في الجوجنم والاليام حبدأ اشغل بقى ايه؟ البرتونير رفليكشنز ازاي البرتونير حيبدأ يبطنلي ويغطيلي الارجنز ديت؟ يلا يبدأ مع بعض هاشرح كل خطوة ايه اللي حنشوفه؟ وبعد حنشوفها ملسومة اللي هو الخطوة اللي بعدها تكونوا بترسومها معايا هو هنا الميدلاين انتيو لمنطقة الامبالاكس البرتونير حيبدأ من هنا يغطيلي من جوه حيغطيلي الارجنز الارجنز والانفوسيف الدايفر وحينغاية هنا وحينعكس عشان يغطيلي الليفر حيبدأ يغطي ماشي يغطي الليفر يغطي الليفر لغاية البوابة بتاعت الليفر اللي هي الهايلام طبعا ما اسموه هايلام ولا حاجة اسمه بوتاي هباتس اللي هي المنطقة اللي بيطلع ويدخل منها الفيزلز بتاعت الليفر يهي لغاية هنا ويقف يلا نشوف مع بعض نستكمل طيب اعراض اكمل تغطية الليفر يقف جايك برتونية من على البوستيو أبدون الول من هنا يغطي لي البوستيو أبدون الول ويطلع لفوق لغاية الدافراج وبعدين ينعكس يحصل له ريفليكشن ينزل يغطي لي بقية الليفر لغاية ما يوصل لغاية البوتا هباتس ويقف يلا نشوف مع بعض يبقى كده الطبقتين اتقابلوا مع بعضها بتوع البريتونية في طريقهم لمين يا جماعة؟ للستومك هيحصل لهم ايه؟ هيحصل لهم سبليتنج حيتفلقوا عن بعض عشان يغلفوا لي الاستومك طيب بعد ما يغلفوا الاستومك هينزلوا لتحت خالص ويطلعوا تاني يوصلوا لغاية الانتيريور بودا بتاع البانكريس يلا نشوف مع بعض نزل وطلع طيب الطبقتين دول طبقة منهم وصلت مع نقطة البداية الخلفية طب والطبقة التانية لا دي لسه عليها بقى مجود كبير وراها لسه تغطيلي اللي هو الديودينام تانسفيرسو كولون واللي سمول انتستن وبقية الابدومينال وولز والبلفك فسرة هتعمل ايه؟ بص اسيدي هتروح تغلفلي السرد باتو في ديودينام وتنزل وتطلع هتغلفلي اللي هو التانسفيرسو كولون يبقى هتغلفلي هو التانسفيرسو كولون وتنزل وتطلع تروح للسرد باتو في ديودينام ماشي؟ وتنزل وتطلع هتعملي برثنينال فول تانية عشان تغطيلي مين؟ السمول انتستن وما كانت تغلفلي بقية البوستيرو قبل من الول والبلفك فسرة وتروح تقابل نقطة البداية يلا نشوف مع بعض اه يلا امشي معايا كده نزلت وطلعت وغلفتلي الديودينام بس مش من جميع الاسبكتس عشان كده هو فكست أرجان وبعدين نزلت للسمول انتستن غلفتها لي وطلعت وبعدين غطتلي بقية البوستيرو قبل من الول بالفك فسرة وراحت لنقطة البداية لو انت ماشيت معايا كده ستيب باي ستيب يبقى جميل جدا وليك هداية عندي منتظر الاسم يكمل الدياجرام وعاوزكم هترسموهولي وتبعتوهولي باي طريق التواصل الحقيقة عاوزين يا جماعة نقعد نتغزل في الرسمة دي شوية وعاوزين نطلع من عليها داتا جوهرية وتعالى نعمل ديسكاشن على الصورة دي حبدأ اول حاجة عندي هنا بالليفر احسألك هل يا ترى واضح قدامي كده على الليفر ده انه هو اول ذا ليفر اس كفرد باي بريتونية لا طبعا في حتة هنا متعرية ما هيش كفرد باي بريتونية الحتة دي اللي انا بشوه عليها ديت اسمها تريانجولر بير اريا حنشوف له صور جميلة كمان تاني فيه مع بعض طيب مكان ما حصل ريفليكشن بتوين اللي هو اللي فوق ديت نازلت وطلعت تاني الحتة دي كده الخط ده كده من الريفليكشن بسميه upper layer of coronary ligament والرفليكشن اللي حصل الخط اللي تحت ده بسميه lower layer of coronary ligament الله ligament والله فولد اه ما هو تغير اسمه على حسب الارجن بتاعنا اللي هو مين يا جماعة الليفر وبناء عليه between upper layer of coronary ligament والlower layer of coronary ligament المنطقة اللي انا بقى شوه عليها ديت اسمها triangular bare area of the liver ادي اول data تاني data ما بين liver وال stomach في عندي بريتونية الفولد اللي انا حاط عليها الكيرسر بتاع الماوس دوت دي اسمها laser omentum laser omentum طيب الطول هاي اللي تتقابلوا تاني ونزلوا لتحت خالص وطلعوا تاني الطول هاي اللي نزلوا وطلعوا دولة هما دولة اسمهم greater omentum greater omentum greater omentum ده له اسم تاني جراحيا مشهور جدا اسمهم ايه اسمهم police man of the abdomen ليه تسموا كده لان يا جماعة هما وظفتهم حراسة للبط من ايه لو حصل اي infection تبدأ اللي هو الامنتم ده يلف حواليها كده هوا يحاولها لي الى localized infection ويمنع الى حد كبير جدا انتشارها وانها تعمل لي generalized brytonitis عشان كده دي كده الساك الكبير اللي اسمها greater omentum اول حاجة هتقابلني مين يا جماعة بعد كده هيقابلني اللي هو greater omentum هيبقى عامل عندي زي منديل كده نازل وطالع وعلى فكرة هو ده اللي بنشوفه متعلق عند الجزارين بيبقى عامل زي فعلا ملاية بيضة متعلقة كده ويسموه كمان يا جماعة بالبلدة اسمه منديل البط ولها المكر بيتعامل بيه نوع معين من الاكل كده الشاطر اللي بيقول لي ايه نوع الاكل اللي بيتعامل بمنديل البطن ده لانه كله دهون بيبقى لها تيست معين كده طيب ده اسمه greater omentum اما وصل البانكرياس نزل وطلع علق ليمين وغلف ليمين الترانزفيرسو كولون خلاص؟ يبقى الترانزفيرسو كولون هنا اللي هو double layer دولت later on بتتحد مع البوستيريو 2 layers بتوع greater omentum ويصبح يتكون كده من 4 layers انا بقولها بصورة تفصيلية اهو عشان في بقى نزلولك ايه؟ الله نمجد في الكتاب ان الترانزفيرسو كولون ده بيكون من 4 layers ازاي جاد ديت؟ لانه بيتحد مع البوستيريو 2 layers بتوع مين يا جماعة؟ بتوع greater omentum طيب بعد كده نزل وطلع عشان يغلف لي السمول انتستان نتج عنها هنا اسمها ميزنتري ومع كده نزل وطلع غلف لي مين بقية البوستيريو abdominal wall والبلفك وطلع هنا قابل نقطة البداية طيب نتيجة بقى اللي حصلت ديت نتج عنها ايه؟ هلاقي الابدومنا الكافتي كله على بعضه اتقسم الى two compartments حجرتين واحدة كبيرة والتانية صغيرة الكبيرة اللي انا احرك فيها الكرسل بتاع الماوس دي كل الاسبيس ده كل الاسبيس ده كل الاسبيس ده اللي اعني هنشوفه دلوقت ده لو اطبح colored ده ده كده اسمه greater sec greater sec طيب والاسبيس اللي صغير ده يا جماعة اسمه ايه؟ اسمه lesser sec ده اللي موجود وقع البط طيب هل هم منفصلين تماما عن بعض؟ لا فيه شباك بينهم الشباك ده هيبقى موجود وراء ممكن فيه صورة كده في الاول لو تعف تسترجعها لو حطيت صبعي هنا وراء يبقى انا كده حطيته في فتحة بتوصلي من greater sec لل lesser sec والفتحة دي اسمها ايه؟ اسمها ابيبلويك فورمان هيتدرسة بالتفصيل للنهاردة ان شاء الله يبقى فيه communication between two sex اه فيه communication between two sex عن طريق ايه يا جماعة الفتحة ديت اللي هي منسميها ابيبلويك فورمان اللي هي جنب الage بتاعت الليذر اومنتم بالضبط وبكده يبقى وصلنا الى نقطة البداية بتاعتنا وهي ال انتروبوستير رفليكشنز of the peritoneum for the abdominal organs هي دي الرسمة اللي خطتنا في البداية خالص وكاملة البيانات اهيت اللي حبي يعملها سكرين شوت او اي حاجة انا مسامح تماما خض راحتك اللي يهمني ان يكون المعلومة الطبية وصلتكم ارجوكم ارجوكم تبيضوا الرسمة دي وعملوه بالالوان والشاطر اللي هيبعث لي رسم بقى يكون طبعا اكيد طبعا رسمكم احلم الرسم بتاعي بمراحل ماشي وابعتوهالي هكون فخور جدا بكم هناخد الليفر بس كده وهنوضح فيه نقطة ما دايما الليفر ده هو اكبر الابدومنال ارجن انا بسميه هو ده العمدة بتاعت الابدومنال ارجنز بتاعت بطننا وحنبدأ نشوف عليه كده حتة احنا ذكرناها قبل كده اللي هو ايه البوستير سيفس بتاعه جاله بريتونيام اما كان بيغطي الديافراج من فوق ونزل ماشي وحصل له رفليكشن هنا اهو شوف انا عامله خطوطها نزل وحصل له رفليكشن وطلع تاني ماشي عملي حاجة اسمها ابر لاير بريتونيام نفس الكلام البروتونيام بتاع البوستير ابدومنال وال طلع من تحت ماشي وحصل ده افراج وانعكس عشان يروح الليفر عملي حاجة اسمها لور تريانجولر ليجامنت خلاص وبناء عليه نقطة التقاء الابر لاير باللور اللي هي بتعملي حاجة اسمها راية تريانجولر ليجامنت وانحصل بينهم منطقة هاية اللي هي بسميه شوف مش متغطية بريتونيام اسمها ايه اسمها تريانجولر بير اريا اوف زا ليفر حتى الضلع التالف بتاعها هو الانفيوفينا كافة اهود نفس الكلام ده بيحصل بصورة مبسطة جدا ومصغرة جدا وديقة جدا على الليفت لوب بيعملي حاجة اسمها ليفت تريانجولر ليجامنت بس ده مجبانتش طبعا على استكشان اللي احنا اخدينه اللي كماعات دي من هنا كده تعال نشوف بقى عشان تكتمل الصورة بتاعت الفرح بتاعنا ناخد بقى horizontal reflections لو اخدت cut section اه سيتك بقى هاتلي ورقة تانية وتعال نمشي بنفس الطريقة نشوف بقى عشان تكتمل الصورة بتاعتنا لو ماشيت بال reflections ديت بالعرض بقى horizontal section في بطننا ايه اللي هيبان عندي يلا ابدأ معايا وحنمشي بنفس الطريقة ابدأ سي يرسم الرسمة دي طبعا خلاص عرفتوا التكة دي برضو حقول لكم بتقطعش الورقة على حاجة وحنبدأ معاكم خطوة بخطوة واول خطوة ارسم لي دايرة دايرة دا كده ال circumference بتاع بطننا طيب الدايرة دي يا جماعة ارمي فيها ال abdominal organs ايه اللي باين عندي ده ادي ال liver وادي ال spleen يبقى على اليمين ال liver على الشمال ال spleen ودي كده منطقة الاستمك دولة الكتنس دي الفرتبرا انفير فينا كذا وادي الاورطة احطاني مش متخالة الدياجرام دوت اقولك جميل جدا انا بحاول قدر المستطاع ان احط لك ال skin بتاع الدياجرام انا شخص ده قطعت بطنه كده وابدأ ابص من تحت اهوت كده ماشي يبقى على اليمين هنا ال liver اهو وعلى الشمال هنا ادي ال spleen وكدنس طبعا ونقيدش صايد واجي الاستمك يلا نبدأ مع بعض نبدأ مع بعض هبدأ يا جماعة هنا بيه اللي هو midline antioli البيوتونيام هيغطيه ال antio ابدو من الول ماشي 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 بص اللفظ اللي جاي ده هلاقي نفسه ناسة مين يا جماعة ال liver هينعاكس يغطيه ال antio surface بتاع ال liver يلا نشوف كده مع بعض اهوت غطي ال antio surface ال liver وغلف لي ال liver من جميع الجوانب مواصلة تانية ال antio surface بتاعه وانعاكس وراح يغطي لي ال antio surface بتاع الكيدني وال انفيرفو نكافة والابدوم من الاورطة والليفت كيدني اه ليه ملاحظة هنا وهي المشكلة بتاعتنا العندة بتاع البط رغمين ال liver فاكريني ما قلتلكم كان عندي بريتونية الفولد بتوصل عندي ما بين ال antio surface بتاع ال liver وال antio abdominal wall اللي كان شكلها سيكليك الشاب اللي كان اسمها falsiform ligaments يبقى انعكاس البريتونية من antio abdominal wall on each side لل antio surface بتاع ال liver بيعمل لي حاجة اسمها falsiform ligaments ligaments falsiform ligaments طب تعال نكمل حيجي بقى البريتونية من هنا هيبدأ يغلف لي بقية ال antio abdominal wall ماشي ويمشي يمشي يمشي كده لغاية ما يوصل نقطة البداية اهو حتى لاحظ كده تفصيل بتاع الالوان اللي انا مستخدمها طب بداية ونهاية الفريتونية طبعا كل ده اهو ماشيين البداية والنهاية اتقابلوا عند مين؟ عند ال lift kidney وانت بترسم خليك ماشي بنفس sequence ده تلاقيوا عندهم مشكلة اللي قوموا قصرين جدا في حق مين؟ في حق ال spleen وال stomach طب يعملوا ايه؟ لازم يصلحوهم يروح يغطوهم فالطبقتين مع بعض حيمشوا يروحوا لغاية ال spleen اهو الكون هنا بريتونية طبعا منهم تغلفوا لي من جميع الجوانب وبعد طبقتين مع بعض يمشي يروحوا لللستمك ومن اللستمك يغلفوا لي من قدام منواع وجزء منهم هيحاول يوصل لي ما بين اللستمك والليفر هيعمل لي بريتونية الفولد تانية تعالوا نشوفهم مع بعض وبعدين نقول اسمعهم اهو الطبقتين مع بعض في طريقهم من ال kidney إلى ال spleen عملوا لي بريتونية الفولد اهو اسمها ايه؟ ليينو رينال ليجامنت ليينو رينال لقنا ليين بالليسبيليني يعني spleen يبقى ليينو رينال ده ligament بيوصل ما بين الليسبيلين والليفت كدني طب الليجامنت التاني بقى ده جماعة اه ده ما بين الليستمك والليسبيلين يبقى اسمه جاسترو سبيلينيك ligament طب وبعدين بقى احنا خلي بالك ممكن في دياجرامز كتير قلنا في بريتونية الفولد بتوصل عندي ما بين ال stomach وال liver اللي اسمها ايه يا جماعة؟ اللي اسمها laser omentum بس خلي بالك طب هنا مش وصل ال liver اقولك اه هي من فوق خلص تمسك فيه انها منزلت تحت شوية بتسيب لي شباك ايه الشباك اللي سبتهولي ده؟ الشباك اللي سبتهولي ده يا جماعة هو ده الفتحة اللي هتوصل عندي ما بين المنطقة اللي بحرج فيها الماوس ديت اللي اسمها laser sac والليسبيس الكبير اللي برا ده اللي اسمه greater sac بمعنى ان الجزء اللي انا ظللته ده هو ده مين يا جماعة؟ هو ويصبح يا جماعة ال arrow القرق السهم الغامق اللي انا عملته ده هو ده اللي انت لو حطرت صوبعك فيه هو ده اللي بينفذ عندي ما بين الجريتر sac والليزر sac وقلت مبدئيا اما تجيب تتسأل ايه هو الليزر sac هو بقى النروس بيس مبدئيا وسيمبيلي جدا اللي موجود ورا مين يا جماعة behind the stomach والفتحة دي اسمها ايه؟ اسمها ابي بلايك فورامن يبقى بانت عندي فيه stagital section وبانت عندي في transverse section ولسه حندرسها تاني بالتفصيل ما تقلقش ادي الرسمة الكاملة على بعضها بالبينار بتاعتها عادي عادي تعملها سكرينشوت اعمل واضي الفكرة بتاعت reflections واللي هو البرتونيل folds and ligaments اللي نتجت عندي الانهجة كده اسمهم مع بعض عندي ادي الفلسي formal ligament ادي line ادي gastro-spinic ligament واجين ادي اللي هو اللي سر اومنتر دول اللي بانت عندي فيه يا جماعة في horizontal section نيجي للليفر العمدة بتاع بطننا ماشي وبنقول يعني ان the reflection of veritoneer في عمزة anterior abdominal wall to the liver بيعملي حاجة اسمها ايه يا جماعة اسمها false form ligament ده بقى عن كم طبقة عبارة عن طبقتين اهو واحدة كان بتنعاكس كده والتانية بتنعاكس كده شكله ايه شكله sickle shaped او شبه قمري يعني لو خلعته بقى هنا من الليبر لوحده بحيبقى ده المنظر اهو يبقى هنا التاتة structure مع بعض الليبر والفلسي فوم ligament والانتير ابدو من الول معادة ده يا فراج خلعت الليبر بي الفلسي فوم ligament اهوت وبعن خلعت هنا عملت separation ليه الفلسي فوم ligament الوحده اهوت كل ده طبعا لعب بي الفوتو شوب يا طبعا بقى البريتونية الكافتي اللي كان في مخيلنا ان رأى بقى عن حجر على بعضها في وطننا دوت ابتدى ينقسم ولا لأ اه خلاص بقى ده المعضور خاص قتلة بحسن بالنسبة لنا ماشي انقسم الى ايه الى حجرة كبيرة اهيت اسمها greater sick وحجرة تانية الصغيرة اسمها laser sick والcommunication اللي بينهم دوت المكان السهم الازرق دوت اللي هو بنسميها ابي بلويك فورمين وما تقلقوش هندرسها تاني بالتفصيل دلوقتي اسمها ابي بلويك فورمين هي دي الفتحة اللي بتوصل عندي من greater sick الى laser sick تعالى بقى نمسك laser sick ونتكلم عليها شوية عارزين نشوف بقى عشان نتخيلها اكتر واكتر عارزين نشوف ايه هي الباوندرز بتاعت laser sick تعالى نبص كده مع بعض فان هي laser sick roughly عبارة عن narrow space behind the stomach اللي انا بشارع عليه دوت يعني له anterior والله posterior طب ما تجد انتو تطلعوك الانتيرول بتاعته من على الصورة طبعا anterior والبستيرول وسوبرول وانفيرول دول بيبانوا ما عندي من على الساجة للسكشن اللي احنا اخدينه دوتا يبقى الانتيرول بيكون من ايه اهو ادي laser omentum posterior wall of the stomach والانتير two layers of the greater omentum ادي الانتيرول طيب البستيرول بقى جماعة اه اللي هو دوت بيكون من ايه قطو من تحت الفوق هيبعندي posterior two layers of the greater omentum وبعدين transverse colon و transverse meso colon ها فاهميني طبعا وبعدين البريتونيام اللي بيغطيه اليمين يا جماعة اللي هو posterior abdominal wall والسوبرينالجيلاند والأباربارت بتاع الأبدو من الأورت والانفيرو في النكافة المنطقة دي كلها بتكون متغطية بالبريتونيام خلصت كان الانتيرول والبوستيرول تعال نقوا بقى السوبيرول والانفيرول شو بيغطيه كل حاجة في مكانه السوبيرول مكانه فوقه أهوت الحتة دي حاجة وصفه بقى هو بقى عن البريتونيام covering الليفر من تحت أهو الانعكاس بتاع البريتونيام طب الانفيرول من تحت بقى الكلام تحت هو عبعن انعكاس reflection between الانتيرول ليرز بتاعت الجريتر اومنتم مع البوستيرول ليرز اوف الجريتر اومنتم خلصت كده انتيرول وبوستيرول وسوبيرول وانفيرول كل دول كنت شايفهم من مين يا جماعة من الميدلين ساجتر سيكشن انما علشان اشوف الright boundary والleft boundary مش هتبان عندي غير من مين يا جماعة من الhorizontal سيكشن اه الرسمة بتاعت ايه الhorizontal reflection بتاعتنا ناخد lift boundary اهو مكمن حالة cursor بتاع الماوس اهو في ايه يا جماعة lift boundary ديت اه التول ليجامنس شهرين بتاعنا اللي هو gastro-spring ligament وال linorenal ligament طيب الright boundary بقى اهو دي لعبتنا بقى الright boundary يا جماعة هي الفتحة الديقة اللي بتوصل عندي من الغيرتر سيك الى الغيرتر سيك وما تقلقوش حنزلها بالتفصيل حالا دلوقتي اسمها يا جماعة اسمها ابي بلويك فورمين دي اللي هي بتوصل عندي من الغيرتر سيك الى الغيرتر سيك يلا بقى نشوف الابي بلويك فورمين اللي حيارت الملايين ديت حياة انا حاولت اخد الجزء الوسطاني بتاعها ده وابده اكبره كده هوت هنا عشان نبين ايه البونز بتاعتها بتقلقش ولا حاجة بص كده معايش على الرسمة اللي فات التاني بتاعت الهوريزنتا سيكشن واخد الجزء بتاع الاستومك واللي اذا قم انتم ده اللي انا كبرته هنا اهوات قادي الاستومك وقادي بتونام اهو انعكس ورجع تاني للاستومك هتقولي مش واصل للليفر اه هو من فوق خالص واصل للليفر بس انا منزل للليفر تحت شوية ما هواش واصل للليفر خلاص حاليا عندي قادي الفتحة اهوات اما يكون ااخد هوريزنتا سيكشن وهنا لو باصس انتير فيو خلاص تعالي مش انا بعض بقى نشوف الباونزات ستيب باي ستيب كده اول حاجة الانتير باوندري بتاعت الابي بلويك فورمين ديت بلاقي الحفة بتاعت الليزر اومنتم لاقي اسم تاني الليزر اومنتم ده له اتنين بوردرز البوردر ده منه ما هو لازق في الاستومك والبوردر ده ده فري بسميها الفري بوردر بتاع الليزر اومنتم موجود فيه ثلاثة الحفة دي اللي هي اللي انا بشروع عليها دي كده بالزبط ده مكانها خباك الليزر مكانه هنا كده في الحتة ديت وده الليزر اومنتم اللي هو بيوصل عندي اللي هو الليزر اومنتم بيوصل عندي من الاستومك الى مين هنا؟ الليفر اذا انهو من فوق خالص بس ماسك في الليفر انه ما تحته هنا؟ لأ ده سايب وبيعملي الفتحة ديت اللي هي دي بسميها اللي هي الابي بلويك فورمين طب ايه بقى اللي موجود فيه فري ايج ديت اللي هي دي تلاتة ستركشورز اللي هما ايه؟ اول حاجة فين ومنحصنا حظنا ان الفين ده بدل بحرف البي ليه؟ لانهو المست بوستيريور ستركشور يبقى عندك بي بي اهوات يبقى البورتال فين is the most بوستيريور ستركشور من ضمن الستركشورز الموجودة في الفري ايج بتاعت اللي زر اومنتم يبقى عندي ايه؟ هما الهيباتيك ارتري انتير انتوزا ليفت هبقى على الصورة يمينك شمالك شمالك يمينك بتخليك ان المريض قدامي كده بالظبط ماشي؟ وبعدين الكمون باي الدكت انتير انتوزا ليفت خلاص؟ دي اللي التاكشورز الموجودة في الفري ايج بتاعت ليزر اومنتم طيب ده كده انتير باندريك تخبقى انا حطت صبعي هنا في مكان اللي بي بلوك فورمين ديت اللي هو المدخل حيبقى بي هايند صبعي مين يا جماعة؟ اه البريتونيام كفرينج الان فيو فينا كافا اهو يعني بالبلغ دي كده اما حطوا صبعي في الابي بلوك فورمين حيبقى قدامها فين ووراها فين الفين اللي قدامها هو البورتال فين والفين اللي وراها هو الان فيو فينا كافا طيب يبقى عندي السوبير باندري والان فيو باندري السوبير باندري اهوت واتح قدامي على الصورة اللي هو البريتونيام كفرينج مين الكوديت بروسيس بتاعت الليفر حتة من الليفر كاسمها كوديت بروسيس والان فيو باندري هي البريتونيام كفرينج الفرست بارت بتاع الديوجينوم احنا كده اخدناها بشكل مجسد الصورة ديت اكثر من رائعة بجد ادي الاستومك وادي الليفر بس شايلين حتة منه عشان بس نبين الحتة الديقة ديت وكده احنا بنحاول نحط الصوباع نهوت في الابي بلوك فورمين بنعديها منواع الفري ايج بتاعت الليزر اومنتر يبقى انا رجبتلك السؤال ده كافي ان الامتحاد وقلتلك سبعي الاندكس فينجر دوت ايه الفين اللي قدامه؟ حتقولي البرتال فيه طب ايه الفين اللي وراه؟ حتقولي الان فيه فيه نكافة طب لو قلتلك سبعيني دولت الوها الاندكس والصم ايه التناثة ايه اللي بان سبعيني؟ هتقولي الفري ايج بتاعت الليزر اومنتر اللي فيها ايه؟ 1 2 3 طيب لو قلت لك شاية السؤال ده هنشوفه النهاردة لو قلت لك ايه الفين الموجود بتوين سبعين دولار هتقولي البرتال فين بصوا بقى انا كده بسطتها بقدر ما يمكن من وجهة نظري هذا والله اعلم ماشي يعني بقى اللي مش هيفهمها بعد ده كله انتو عارفين يعمل ايه في نفسه وده هتعرفوه تقريبا انا شرحه بالتفصيل في المحاضرة بتاعة الليفر في شرح الكواردريت لوب خدوا فكرة على بس محدش ينفذ طيب نمسك بقى جماعة الغريتر ساك زي ما اتكلمنا على الغريتر ساك تعال نتكلم على الغريتر ساك وده الحياة مبسطة جدا هل بترجع تنقسم روخة ايه يا سيدي بترجع تنقسم الحجرة الكبيرة دي اللي هي الغريتر ساك بترجع تتقسم بس تقسيم مبسطة جدا ماشي ايه اللي بيقسمها لي بص كدا ادي الترانسفيرس كولون والفولد ديت اسمها ترانسفيرس ميزو كولون افتكى دايما نظرية ايه نظرية ميزو كل البريتونية الكافتي بتاع الجريتر ساك او كل البارتشان بتاع الجريتر ساك اللي هو أبوف زا ليفل اوف زا ترانسفيرس ميزو كولون ميزو كولون يبقى اسمه سوبرا كوليك كومبارتمنت وكل البريتونية الكافتي او جوز الجريتر ساك اللي تحت الليفل بتاع الترانسفيرس ميزو كولون اسمه انفرا كوليك كومبارتمنت بتاعلا نبسطه اكتر اهو ايدي الترانسفيرس ميزو كولون اهو اللي متعلق في مين يا جماعة الترانسفيرس كولون يبقى كل جزء اللي فوقه دو وت اسمه سوبرا كوليك كومبارتمنت وجزئ اللي تحتيرها يا جماعة اسمه انفرا كوليك كومبارتمنت طيب الانفرا كوليك كومبارتمنت دوت هي جماعة through the line of attachment of the mesentery of the small intestine وده حنديسه بالتفصيل لسه مع the small intestine بيسم لي lower colic أو l-infra colic compartment إلى two subdivisions واحد فيهم بنسميه upper right compartment والتاني اسمه lower left compartment والlower left compartment ده اللي هو حيكون continuous مع البلفيك cavity البلفيك cavity هي فيه معلومة يعني لفتت نظرت على الصورة دي هي ملاحش علاقة بالبريتونيان بتاعنا النهاردة قوي يعني بس حقولها لان بصحة مستخصرها فيه هنا عندي بريتونيال لا دي لها علاقة فيه عندي هنا بريتونيال فولد هايت ماسكة ما بين الضيافراج وما بين الليفت colic flicture اسمه ايه frerico colic طب السؤال بتاعي حيقول تبقى right ولا lift هقولك ولا right ولا lift لان ما فيش غيرها موجود غير على نحي الشمال فمش هنقول ولا right ولا lift هنقول frerico colic ligament هي معروفة ان هي على نحي ايه الليفت وهي دي اللي بتشدلي lift colic flicture اللي فوق كده شوية يعطو اعتبر بريتونيال فولد ماشي؟ بتشدلي الفوق شوية وبناء عليه بتلاقي عندك اللي هو lift colic flicture شوف مستوى اعلى من right colic flicture وبتلاقي descending colon اطول من ascending colon دي معلومة على الماشي بس كده يعني وهنقولها تاني فيما بعد يا سلام انا عايف انتو بتحبوا صورة الوضع اللي نفس حرك ده جدا يعني وصلنا كده المالتوبات شويز تنفس السعضاء كده وابدأ جاوب معايا which of the following is the posterior boundary of the ebiblioic formula والله اللي ما يعرف يجاوب السؤال ده ملوش حل افتكر كده اما قلتلك هنا فين وهنا فين انا عارز الباستير باوند يام حطه صبعي هنا كده مكان السهم ده مين الباستير باوند هنا جماعة تمام inferior فين كيف which of the following organs share the in share in the formation of the posterior wall of the leather sac مين من الحاجات دي بيشارك في عمل البوستير وال بتاع اللي ذر ساك تمام البانكريس البانكريس جميل جدا آه هو لك is not not يعني ده اكيد بقى organ من organs ديت covered من جميع الجوانب هوا مين يا جماعة اللي سبليل بقى سننعبعد هي بالتفصيل في ناس سنبليستي بتدمج الحتة دي مع بعضها بتقوى المنظر ده كده ما بقى نازل والطالع وبعدين نازل والطالع اللي أنا رسمها لكم هي دي بالتفصيل عشان نفهم ازاي بيتكون عندي transverse mesocollum ماشي طب بس whatever ايه بقى اللي متشاهد على اليد الوقت ده يا جماعة هي بتونية الفود ما اللي متعلق فيها small intestine بقى اسمها ايه mezentry of small intestine what is the name of the structure behind the index finger in this picture جميل جدا جميل جدا 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 رائع مين يا جماعة رفع عليكم inferior vina kava طيب نفس الفكرة بقى what is the name of the vein between the index and the thumb fingers in this picture حلص عرفناها بقى عرفك رسمة ديت انا فعلا بقى اعشقها اللي هتجسمنك فعلا ايه المقصود هنا بيه اللي هو الابيبلوك فرامل وفيه موقع هنا الليزر اومينتن من فوق ماسك في الليفر ها ومن تحت الحتة دي free edge اللي بدخل منها صبعي يوصلي من greater sec ديت الى الاسبيس الزغير اللي وره اللي اسمه laser sec ويبقى الفين اللي هو between my two fingers هو مين يا جماعة الportal vein identify the pointed structure الله ده البرتونية الفولد اللي بتوصلي الليفر بالinner aspect of the anterior abdominal wall اللي شكلها sickle shape واسمها يا جماعة اسمها falciform ligament what is the name of the pointed space ده خدت الى بحسن بقى خلاص اسمه يا جماعة laser momentum وصلنا الى مرحلة الشيقة بتاعة ال interactive questions هنقلكم سؤالين السؤالين ده تغيير مع clinically very 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 important all over your clinical life whatever التخصص بتاعك ده اساسيات في الطب يلا نشوف مع بعض هو الحقيقة وعلى شكل سؤالين مش شرح clinical problem ولا حاجة يعني what are the most dependent sites for collection in the brytunium ايه معنى السؤال ده لو واحد عنده نزيف داخلي لو واحد عنده بداية استسقى في بطن أسايتس لو واحد عنده بريتونايتس وعمد لبص ايه الأماكن اللي يقعد فيها الصديد باي جرافتي كده خلاص ولهو نايم على ضهر وإيه ولهو واقف إيه دي بالثانية dependent sites وطبعا دي بنشخصها بالأشعة التلفزيونية نفكر مع بعض ومنتظر الإجابة تبعثوا يالي سؤال التاني what are the cardinal signs signs of بريتونايتس بريتونايتس اللي هو التهاب في الغشاء البريتوني إمتا إن شاء الله ربي تخصص ENT أفس المولجي جالك أي حد إمتا تشك إن عنده التهاب بريتوني إيه cardinal cardinal signs أعلمات أنه ميزة لأن أشك فيها إن الشخص ده عنده التهاب بريتوني واحد كان عنده واجع في المنطقة اليمين بطنه من تحت ألام زايدة وعن فجأة لقى بطنه كلاه بتوجعها الله ده عملتلي حاجة اسمها إيه بريتونيتس إيه الحاجات اللي تخليني أشك إن دي إن الشخص ده حصل له بريتونيتس طبعا دي الcontact slide بتاعتنا أتمنى إن أكون بسط موضوع البريتونية وزي ما قلت في أول المحاضرة مش لازم تدي له أكتر من حق قوي ماشي أكرها من تاني أنت مش بتحضر دكتوراه في البريتونية خد المعلومات عندك بهذا القد وبهذا الليفل من التخيل مش مطلوب منك خالص أكتر من كده وأي استفسرات I'm ready طبعا وأنا بحاول أرد بأول بأول على اللي هو سواء اليوتيوب أو الواتساب أو الفيسبوك أو أي وصيلة للتواصل طبعا أهلا وسهلا أنا من عناية لتنين مساعدة أي حد في أي مكان ويتبع أي جمعة طبعا الفيديو زي ما قلت أنا يستعمل ه السنة دي لو 21 22 استكمالا ل البلاي لست بتاعة GIT عشان تكون مكتملة حتى هتلاقوا الرقم بتاع الفيديو ده is missing وبحاول أستكمله ولسه هسجل لكم اللي هو الأسوفيجاس واللستومك وبكده تبقى GIT بمشيئة اللي بالكامل طبعا الكمال اللي هو وحده بس كتسجيل موجودة كده بالكامل على البلاي لست بتاعتنا وشكرا جزيلا